ولكن أعود إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إلا ما شفت مسؤول واحد طالع من أوروبا أو أمريكا يقول له ولماذا تغلق إسرائيل بقية المعابر إلى غزة ودي المسؤولية الأولى كدولة احتلال إن هي توفر تبقى لمحكمة العدل الدولية المساعدات اللي بيحتاجها الناس في المنطقة دي والمدنيين وانت عندك خمس معابر تانية وانت شمعنا حاطت نقرك من نقر مصر أنا أقول لك انت حاطت نقرك من نقر مصر ليه انت حاطت نقرك من نقر مصر لأن مصر أفشلت لك كل المخططات اللي انت كنت عاملها علشان تهجت دول وتجيبهم إلى سيناء وتضيع حق الشعب الفلسطيني حاولك انت ليه حاطت نقرك من نقر مصر انت حاطت نقرك من نقر مصر أنك تعلم جيدا أن الملفات والمعلومات التي تصل لمعظم الزعماء والدول في العالم واللي بترصد كل المخالفات بتاعتك اللي عملها مصر وتعلم جيدا أن اللي حدتك في موقف محرج أمام العالم في مباحثات الهدنة الأخيرة هي مصر لأن احنا عملنا لك كش مالك في الآخر انت كنت مقدم حاجات وجبنا لك حماس وأعلنت حماس الموافقة على كل هذه الأشياء فانسحبت بالوفد بتاعك ووضعت أمريكا أيضا في موقف محرج وما زالت الوفود الأمريكية والقيادات الأمريكية على اتصال بالجانب المصري وما زلنا نسعى لوقف هذه الحرب عشان كده انت حتجن من مصر عشان كده انت بتحاول تحط مصر في جملة مفيدة دائما وده اللي خرج مصر بتصريحات الحقيقة شديدة اللهجة وما زالت هذه التصريحات الشديدة اللهجة مستمرة مع الجانب الإسرائيلي مستمرة مع الجانب الإسرائيلي أمام العالم أجمع على فكرة طال الزمن أمقصر لم يكون هناك خيار لحل الدولتين لحل هذه الأزمة هنتقل بيكو على طول باب ومناسبة العمل يحصل تخيلوا التصريحات بصر إسرائيل بتقول إيه هاخدكو على الوقت المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية كنت بقفوا قدام حضراتكو ومن الأسبوع اللي فات قلت لكو صرح جو بايدن قال كذا كذا تاني يوم راح طالع منتحدث البيت لابي ده هو اللي يطلع على لسانه الأخبار والتصريحات ثم وزير الدفاع الإسرائيلي وكاليوم الأربع اللي فات تقريبا إذا ما خانتنيشها الذاكرة هو اللي خرج وقل معها أن أمريكا حتوقف نوع من أنواع الأنابل اللي كانت اللي حتبعتها الإسرائيل ثم اكتشفنا أن الأنابل اللي أمريكا حتوقفها دي هي الأنابل اللي متعدية 2500 و5000 رطل اللي اخترعوها أساسا لتدمير جبال أفغانستان وغزة ما فيهاش جبال